استراتيجية موحدة لمواجهة إيران تمسك بالمرجعيات المعلنة لحل المشكلة اليمنية ودعوة لتعاون عربي أوروبي يدعم الشرعية ثلاثة مطالب رئيسية ركز عليها الرئيس هادي بعد وصوله إلى مصر للمشاركة في القمة العربية الأوروبية المنعقدة في شرم الشيخ استمرار وتكثيف التعاون الأوروبي والعربي دعماً لليمن واليمنيين الذين يستهدف في المقام الأول استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتمكين الحكومة اليمنية من القيام بوظائف الدستورية والضغط على الميليشيات الحوثية العيرانية للاحتكام للقرارات الدولية اليمن بدى مصراً على حل القضية اليمنية عبر المرجعيات المعلنة والنظر إلى جوهر المشكلة المتمثل بميليشيا الحوثي المنقلبة على الدولة وقد أكد هادي على أن إيران أضحت كياناً مهدداً للأمن القومي السعودي والعربي مذكراً القيادات العربية والأوروبية بأنه لولا تضحيات الجيش اليمني لكان السلام الدولي يواجه تهديداً مباشراً داعياً في الوقت ذاته إلى استراتيجية واضحة تتضمن تعاوناً عربياً أوروبياً للسعادة الدولة وإخضاع الحوثي للقرارات الدولية بين الدول العربية والدول الأوروبية تتوافق الروية السعودية مع خطاب هادي في التمسك بالمرجعيات وقد ظهر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في القمة العربية التي شارك فيها الاتحاد الأوروبي داعماً للحل السياسي في اليمن على أسس المبادرة الخليجية والحوار الوطني مؤكداً على الضرورة تكاتف الجهود الدولية لدعم الشرعية لكن التدخلات الإيرانية في اليمن أضحت حقيقة وتهدف وفق الروية اليمنية إلى إطالة أمد الحرب واستخدام اليمن كمنصة لإطلاق الصواريخ الإيرانية لتهديد الملاحة الدولية إلا أن الحديث العربي والأوروبي عن التهديد الإيراني في اليمن وفق مراقبين لم يتجاوز بعد حالة التخبط في السياسات في الوقت الذي لم يعد مفهوماً فيه لماذا تمنع دول التحالف تمكين الحكومة من القيام بواجباتها ولماذا تعيق تقدم الجيش اليمني حتى باتجاه إنقاذ مناطق ترزح تحت حصار ميليشيا الحوثي الموالية لإيران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر